السلام عليكم طلاب محاضرتنا لهذا اليوم هي الريفرجرانت اللي هي مواع التبريد شنوه الريفرجرانت مواع التبريد الريفرجرانت هو مواع والمواع مثل ما تعرفون اما يكون بحالة سائلة او حالة فارية او فازية يوسد استخدم ما تعرفون لوني ينقل الحرارة في نظام التبريد او مضرومة التبريد او تبريد أغلب مواع التبريد تمتص الحرارة دوري او الريفرجران خلال عملية التبخر At low temperature في درجة حرارة مخفضة And low pressure وضغط مخفض And reject heat تطرح الحرارة During condensation إلى العملية التكثب التي تحدث At higher temperature في درجة حرارة عالية And higher pressure وضغط عالية Primary and secondary refrigerants المواعع الأساسية Primary and secondary هي المواعع الثانوي يود المواعع suitable for refrigeration purposes المواعع المناسبة لأفراغ التبريد can be classified into ممكن أن تصنف إلى primary أساسية and secondary ثانوية مواعع تبريد أساسية أو ثانوية هسا نجي إلى primary refrigerant المواعع الأساسية يشيني are those fluids المواعع which are used directly as working fluids التي تستخدم بصورة مباشرة كمائع تشريد كمثال in favor compression and favor absorption refrigeration system when used in compression or absorption system لما تستخدم في الأنظمة التبريد الانضغاطية أو الامتصاصية these fluids are more provide refrigeration تقوم بعملية تبريد أو تتجهز تبريد by undergoing phase change process تقوم بعملية تبريد نتيجة لعملية تغير الفيز يعني تغير الطور in the evaporator نتيجة لعملية تغير الطور اللي تحدث داخل the evaporator طبعا the name please كما يعني الاسم secondary refrigerants المواعد الثانوية are those liquids هي liquids سوائل المواعد الثانوية هي سوائل اللي تستخدم which are used for transporting thermal energy تستخدم لنقل الطاقة الحرارية from one location to other تستخدم لنقل الطاقة الحرارية من مكان الى آخر secondary refrigerants are also known تعرف كذلك under the name تعرف باسم fines or antifreeze of course بالطبع is the operating temperature or above zero centigrade إذا درجة الحرارة درجة الحرارة التشغيل أعلى من الصفر cdc then pure water can also be used as secondary refrigerants الماء النقي ممكن استخدامه كماء ثانوي for example كمثال in large air conditioning system في أنظمة التكييف الكبيرة antifreezes or prime are used when refrigeration is required as sub-zero temperature في أنظمة تبريد الكبيرة antifreezes or the prime ممكن أن تستخدم عندما يكون التبريد مطلوب في درجات حرارة أقل من الصفر السريزي like primary refrigerants على العكس من primary refrigerants للمواعد الأساسية the secondary refrigerants المواعد الثانوية to not undergo a phase change لا تفضع لعملية تغير الطر ممكن المواعد primary refrigerants استحدث لعملية تغير الطر phase change خلال the evaporator تم عملية تغير وتغير الطر secondary refrigerants لا تفضع لعملية تغير الطر يعني هي سوائل وتبقى سوائل like primary refrigerants third secondary refrigerants do not undergo a phase change لا تفضع لعملية تغير الطر as they transport in a different from one location to another to other عندما تنقل حرارة من أحد المواقع إلى موقع الآخر an important property of secondary refrigerants is its freezing point درجة الانجمارات هي خاصية مهمة للمواعد الثانوية دينا غضي عموما the freezing point of prime درجة حرارة التجمل للbrine هو المحلول الملحي will be lower than أقل من the freezing point of its constituents تكون درجة حرارة الانجمارات لbrine أقل لوردان من درجة حرارة الانجمارات لمكوناتها The temperature at which freezing of prime takes place درجة حرارة لعندها يتم عملية انجمارات prime it depends تعتمد on its concentration تعتمد على التبكيز they can only use secondary refrigerants secondary refrigerants secondary refrigerants مواعد ثانوية إشعة الاستخدام إشعة الاستخدام هي محلول The solution هي محلول of water and aethylene glycol أو الwater والpropylene glycol or calcium chloride يعني الماء وهي calcium chloride اللي هو منحطها These solutions هاي المحاليل are now under the general name of prime هاي المحاليل تعرف تحت اسم يعني هي عبارة عن solution of water محلول من الماء ويه الاثylene glycol أو glycol ما متأكد من اللفظ ويه أو الماء ويه البروبيلين glycol أو الماء ويه الكالسيوم كلورايد اللي هو ملح الطعام designation of refrigerants تسمية مواعد تبريد فجر واحد شوز the classification of fluid used as refrigerants in favor compression refrigeration system شكل واحد يبين أو يصنف المواعد التي تستخدم كماء تبريد بدرة التبريد المضغاطية البقارية هذا الشكل واحد classification of fluid used as refrigerants refrigerants ممكن أن تصنف إلى pure fluid معناقية أو mixed color pure fluid تصنف إلى synthetic صناعية اللي هي chlorofluorocarbons hydrochlorofluorocarbons 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 تصنف إلى aziotropic و zeotropic since large number of refrigerants have been developed over the years لأنه عدد كبير من المواعد تم إنتاج أو تطويرها خلال هذه السنوات لتطبيقات متعددة a numbering system has been adopted يعني نظام ترقييم تم الاعتماد عليه to design it where was refrigerant لتسمية المواعد المختلف from the number من هذا الرقم one can get some useful information يمكن يعني الشخص أن يحصل على معلومات مهمة أو معلومات مفيدة about the type of refrigerant نوعاً مع تغريض dischemical composition تركيبة الكيميائي molecular weight الوزن الجزئي etc إلى آخر of the refrigerant كل المواعد are designed يعني تسمى by r يعني يوجد حرف r followed by a unit number متبوعة برقم معين الآن النوع الأول من المواعد نوع واحد نوع رقم واحد fully saturated يعني مشبع اللي هو هاي these refrigerants are derivatives هي مشتقات of alcans such as مثان CH4 مثان C2H6 these refrigerants هاي المواعد are designated يعني تسميم مالتاكم by r x y z where x زاد واحد indicate the number of carbon atoms يعني x زاد واحد هو عدد ذرات carbon هو y ناقص واحد هو رقمه indicate number of hydrogen atom رقم ذرات hydrogen and z indicate number of chlorine atom chlorine f the balance the balance العدد المتبقي حتى تكمل عدد ذرات حول carbon the balance indicate the number of chlorine atom only two digits اذا فقط رقمين شنو يعني indicate that the value of x is zero يعني معناها x zero اذا شيفنا العدد متكون من رقمين فقط example كمثال هو r 22 20 بما انه رقمين اذا معناها x تساوي صفر اذا نجي number of carbon atom تساوي x زاد واحد موكز 14 11 هو متان هو من مشتقات الميثان الميثان Pont 5 ch y ي يعني number of hydrogen automes 1 known z 2 그래서 number of buyer atom كمثال البالانس اللي هو قلنا يساوي العدد الزرات الكلور بما انه البالانس مال كاربون يحتاج اربع زرات حتى الشرع اذا البالانس يساوي اربعة ناقص عدد الزرات الهايدروجين زاد عدد الزرات الكلور يعني اربعة ناقص ثلاثة يساوي الواحد الواحد هو number of chlorine atoms هو عدد الزرات الكلور اذا بصورة مشابهة can be shown that the chemical formula of R12 يعني R12 يحتوي هو ايضا من مشتقات الميثان لان X تساوي 0 عدد الزرات الكلور بي 2 وعدد الزرات الكلور بي 2 عدد الزرات الكلور اربعة التر اي الرقم اي stand for isomer ايزومر يعني يرمز للايزومر example الي هو شنيه molecular molecules جزئات having same chemical composition تحتوي على نفس التركيب الكيميائي و different atomic arrangements لكن تركيب ذري مختلف يعني هذا الاي هو دلالة على تركيب ذري مختلف مثلا اكو R134A هو نفس ال same chemical composition but different atomic arrangements يختلف في تركيب الذري نوع الثاني هو inorganic refrigerants المواعع غير الاضوئية these are designated by number 7 هاي تسمى رسطة رقم 7 followed by the molecular weight of the refrigerant متبوع بالتركيب متبوع بالوزن الجزئي the refrigerant يعني 7 ونخلي بعدها الرقم الجزئي الوزن الجزئي للماء مثلا امونيا molecular weight 17 R7 قليمها 17 بنفس الطريقة carbon dioxide molecular weight الوزن الجزئي الى 44 فالتسمية الى designation هي R نخلي 7 نخلي امها 44 مال وزن الجزئي صغير R744 كذلك الووتر الماء molecular weight الى 18 فالتسمية مات R718 النوع الثالثة هو الميكسجرز الخلاق اللي هي نوعين قلنا asiotropic ميكسجرز والنوع الآخر هو zeotropic ميكسجرز حسنا نجي على الآيزو zeotropic ميكسجرز شنية هاي zeotropic ميكسجرز are designed by 500 series يعني ترقم ب يعني 500 ما اسمية and isiotrope شنوة isotrope is iisiotropic is a mixture of two substances التي لا تمكن ان تفصل إلى مكونات الى مكوناتها يتبخر ويتكثف كمائع واحدة وخصائص مكونات الى مكونات الى مكوناتها 1502 هو خلية من R 22 Eco R 115 R 523 من R 23 C 157o هو عباس خلية من R 125 والر 143A الزيوتروبية ميكسر الزيوتروبية ميكسر الزيوتروبية ميكسر هل تسمى ي400 سيريس اللي تنواع الر 414A هو عباع الخليط من الر 125 والر 143A والر 134A الر 147A وعباع الخليط من الر 135 والر 125 والر 134A الر 417B وعباع الخليط من الر 130 والر 125 والر 134A الر 410A الر 410A هو خليط من الر 32 والر 125 النوع الرابع هو الهايدروكاربونز اللي هي البروبونز البرمز البرمز الر R192 لان بيوتان الرمز تسميمات R600 الائزوبيوتان للك البرمز الر160A إختيار مع التبريد المناسب In order to select a suitable refrigerant for a refrigeration system of known size and evaporating temperature لكي نختار مع التبريد المناسب لمنظومة التبريد لنعرف حجمها The following factor must be considered العوامل التالية أجب أخذها بنظر الاعتبار 1 The volume of flow rate معدل التدفق الحجمي required by kW المطلوب لكل kW of refrigeration capacity كل kW من ساعة التبريد الثانية The coefficient of performance معامل أداء COV safety requirements يعني شروط السلامة مثل كمراعات تبريد سامك مراعات مراعات هالجدول تاب الواحد يوضح لي refrigerants and their application و تطبيقاتها أو استخدامها الـ refrigerants R11 وين يستخدم يستخدم Large air conditioning system في أنظمة التكييف الكبيرة Industrial heat pumps في المضحقات الحرارية الصناعية Asafone blowing agent كوسيلة أو كعمل لعمل الفوم الرغوات R22 يستخدم بالAir conditioning system أنظمة تكييف الهواء كذلك بالcrawl distorts في المخازن المبردة R134A Usage as a replacement for R12 يستخدم كبديل لماء التبريد R12 مضعف من الثلاجات القديمة كان بها R12 بينما الثلاجات الحديثة بها R134A هو يستخدم Usage as a replacement for R12 in domestic refrigerator الثلاجات المنزلية والغادات المياه والاوتوموبايل air conditioning system في أنظمة تكييف الهواء للسيارات R717 وهو NH3 الأمونية يستخدم بـ المخازن المبردة معامل الثلج food processing معالجة الطعام frozen food cabinets كابينات المخازن المبردة R744 وهو CO2 ثنائي أرسيل الكاربون يستخدم المخازن المبردة المخازن المبردة والـ Air Conditioning System أنظمة تكييف الهواء فيها الماء الأخير هو R717 اللي هو H2O اللي هو الماء يستخدم بالـ Absorption Systems منظومات التبريد المتصاصية وكذلك يستخدم بـ Steam Jet Systems شكرا لكم طلاب و بتوفيق شكرا لكم شكرا لكم